في ملف الأزمة السودانية أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة سخرت كامل ثقتها لإعادة أبنائها الموجودين بالسودان سالمين وذلك بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حيث أكد رئيس المجلس دعم مصر الكامل للشعب السوداني المصرية لم تألو جهدا منذ اللحظات الأولى لهذه الأزمة في رعاية أبنائها الموجودين على أرض السودان الشقيق حيث سخرت كامل كامل طاقاتها لإعادتهم سالمين لوطنهم وذلك بالتنسيق مع السلطات في الخرطوم حيث بدأت تلك الجهود بتوجهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وجه سيادته بإنشاء خلية أزمة من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة وجهاز المخابرات العامة لمتابعة إجلاء المصريين من الأراضي السودانية ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها بسلام ولم تقف الجهود المصرية عند هذا الحد فدائما بابها مفتوح لكل الأشقاء فاستقبلت المئات من الأشقاء السودانيين دون تأشيرة مسبقة من خلال معبري أرقين وقسطل البريين الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر إن مصر شعباً وحكومة إيماناً منها بوحدة التاريخ والمستقبل بينها وبين السودان الشقيق تؤكد على دعمها الكامل للشعب السوداني وحرصها على أمنه وأمانه وتدعو المجتمع الدولي أن يطلع بدوره إتجاه السودان الشقيق بالوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب السوداني والعمل على تهديئة الأوضاع في هذه المرحلة الحاسمة حفظ الله مصر والسودان وشعبيهما الأبيين من كل مكروه وسوء